أكد زعيم الطيار الصدري السيد مقتدى الصدر على سلمية التظاهرات واستمرارها بشكل يحكس صورة حضارية عن الشعب العراقي المكتب الخاص لزعيم الطيار الصدري ذكر في بيان الله أن الصدر قال لدى استقباله اللجنة التنسيقية المشرفة على تظاهرات الإصلاح في منزل بالنجف أن الغرض من التظاهرات هو الوصول إلى أهدافها المرجوة في إزاحة المفسدين وإنصاف المظلومين والحفاظ على حقوق الشعب بجميع أطيافه ومكوناته